أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا والمجتمع المحلي له دور كتير مهم لا يقل أهمية عن الدور اللي بتقوم في الحكومة والمؤسسات الأخرى تطويع الفن والرياضة لخدمة المجتمع وتقييم السلوك هذا بحاجة لتدريبه وبحاجة لمبادرات ولحجد ناس متخصصين للقيام بهذا العمل لتدريب أفراد بالمجتمع حتى يصبح المجتمع ككل باستثمر هذه الطاقة طاقة الرياضة والفن لاستثمار بشكل إيجابي لخدمة المجتمع نحن اليوم معنا مدرب مجتمع محلي رح نعرف من خلاله شو البرامج اللي بيقوموا فيها وقالية التدريب ومين الفئات المستهدفة بالمجتمع ومحاور عديدة يعني رح يتم التطرق الهواء بحاجة لأجوبة من خلاله الدكتور فارس العمرات مدرب بالمجتمع المحلي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا صباح الخير وصباح الخير لجميع المشاهدين بداية أشكركم على هذا اللقاء اللطيف واللقاء الطيب وبداية دور التدريب في المجتمع المحلي دور مهم من أجل تأهيل كافة الأفراد العاملين سواء العاملين في المؤسسات أو غير العاملين من أجل انخراطهم في المؤسسات الخاصة ومن خلال مشاريع ممكن يقوم فيها الفرد أو ممكن يقوم فيها الجماعة والتدريب شيء قديم خلينا نعود للزمن السابق كان التدريب المجتمعي أو من خلال المجتمع المحلي أو من خلال الفزعة أو من خلال العونة كان المجتمع يدرب نفسه بنفسه من خلال اجتماع كافة الأفراد الحي أو أفراد المجتمع من أجل القيام بمساعدة شخص معين في بناء بيت أو في الحصاد أو في أي أمور أخرى ممكن إنها تساعد الفرد أو تساعد الأسرة فبالتالي كان المرأة والرجل والطفل يتدرب ويتعلم ذاتيا من خلال العونة أو من خلال الفزعة اللي ممكن أن يقوموا فيها في العمل المناط بهم من خلال مثل ما حكينا من خلال البناء من خلال حصاد من خلال أي أمور أخرى جميل دكتور عذرا على المقاطعة رجت على مصطلح العونة والفزعة بالسابق وما زالت موجودة لكن من خلال مبادراتك ونحن نتحدث عن تدريب المجتمعات المحلية نتحدث عن دكتور أكاديمي من خلالك دكتور فارس العمرات تسقط تجربتك الأكاديمية على المجتمعات بشكل ممنهج وبعمل مؤسسي حتى يكون في تعديل للسلوك حتى يكون في انخراط حقيقي بعمل مبرمج من خلالك هذه الجزئية يريد أن نتحدث عنها بشكل أوضح من خلالها يسيد نحن من خلال المبادرات من خلال الجمعيات التي أشتغل معها كمتطوع هناك عدة مبادرات كمبادرات بصمة خير ومبادرات محافظتي التي تعمل غالبية أعمالها وغالبية تدريبها بالشمال هناك جمعية أخرى اسمها جمعية الثقافية للرعاية اللاحقة نزلها مراكز الإصلاح سواء خلال فترة المحكمية أو بعد إنها فترة المحكمية لأنهم بس يطلعوا للمجتمع بالمناسبة النزلاء اللي بيكونوا في مراكز الإصلاح والتأهيل بحاجة لإعادة تأهيل كمان مرة كيف يتعاملوا مع المجتمع أو كيف المجتمع يرجع يتقبلهم فهذا تدريب مهم نعم من خلال وجودهم في مراكز الإصلاح يتم تدريبهم على دورات متعددة ومنها دورة مهارات الاتصال والاتصال المجتمعي وكيف التعامل مع المجتمع وكيف المجتمع يتم قبول لهم من خلال هذه الدورات ومن خلال هذا التدريب وبالمناسبة خلال الأيام سيكون في تخريج لأول دورة انعقدت من خلال الجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة في مراكز إصلاح النساء بعد انهاهم الدورة التي استمرت حوالي شهر تم مدهم بالمعلومات والتدريب اللازم بمهارات الاتصال والاتصال المجتمعي وكيفية التعامل مع المجتمع وكيفية توطينهم وإعادتهم أفرادهم وبالمناسبة أفراد صالحين ولكن الظروف التي أجبرتهم على دخول السجن الظروف كانت ممكن صعبة ممكن قاسية وبالتالي كان الفرد أحد نزل على مراكز الإصلاح بعد خروجه من السجن وبعد انقضاء فترة المحكمية سوف يكون فرد فاعل ونشيط ومنتج من خلال الدورات التي تم تأهيله من خلالهم وتدريبه ومن خلال السلوك الذي تم تعديله وليس تغديره لأن السلوك لا يمكن تغييره في زمان أو في فترة معينة وهناك تعديل السلوك من أجل أن يكون مثل ما حكيت أن يكون فرد فاعل ومنتج في المجتمع بما أنه تحدثنا عن تعديل السلوك بالتفاعل مع المجتمعات بما نتحدث تحديدا عن هذه الفئة المستهدفة من خلال النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل إذا تحدثنا عن الرعاية اللاحقة فممكن الجزء الكبير منها أو الجزئية الكبيرة هو العامل النفسي دكتور فارس فيه تركيز من خلال نهارات الاتصال على الجانب النفسي لهؤلاء النزلاء نعم هناك تركيز كيف يتم واجهة المجتمع بالأسئلة لماذا دخلت السجن ولماذا أنت كنت في يوم الأيام أحد نزلاء مراكز الإصلاح وكيفية الإجابة على هذه الأسئلة وكيف يتم قبول هذه الأسئلة بصدر رحب وكيف يتم النقاش والإجابة على تلك الأسئلة أن لا يكون هناك صدامة بين المجتمع وبين النزيل من خلال أسئلة أو من خلال الاستفزاز أو من خلال مثير معين بل تعليم وتدريب النزيل على كيفية الاستجابة لأسئلة ونقاشات المجتمع العزلة شيء مهم نسرين يعني العزلة أيضا موضوع مهم لأنه اختلاطه فقط بمجموعة معينة إقصاء المجتمع له وتهميشه والحكم عليه يعني خلاص هو غلط وتعاقب وأخذ جزاؤه فخلاص المفروض أن يكون عنصر فعال بالمجتمع لكن أنا أحب أن أتحدث عن العناصر الأخرى يعني ليس فقط النزلاء المراكز الإسلام والتعايد يعني هذا جزء لكن كيف تستثمر الرياضة والفن في تقويم السلوك للأفراد الآن مع تطور المجتمعات وتطور التدريب وتطور اللي حدث في المجتمع والثورة المعلوماتية والانتقال من المجتمع البسيط لむجتمع الضيق إلى المجتمع الواسع إلى القرية الكبيرة أصبح العالم قرية كبيرة يمكن من خلال وسائل الاتصال المجتمع ومن خلال السوشيال ميديا أنه نستغل كافة الوسائل هذه اللي تطبيع الفن لتطبيع الرياضة لتعديل سلوكيات الأفراد لتعديل سلوكيات المجتمع المحلي بما يتناسب مع المجتمع المحلي وما يتناسب مع القيم الاجتماعية التي تؤثر العلاقات بين أفراد المجتمع الأردني لأن المجتمع الأردني يختلف عن المجتمعات الأخرى وبالتالي لا بد من تطبيع الرياضة من خلال مهرجانات رياضية من خلال ألعاب حتى يكون هناك نوع من استغلال الوقت استثمار الوقت الذي يمكن أن يكون هناك بعض أو جزء من الوقت يكون في فراغ لدى الفرد وبالتالي استغلال هذه الفقرة واستغلال هذا الوقت من وقت فراغ الفرد أو الأفراد الموجودين في المجتمع في المدارس في الجامعات وبالتالي إذا كان فيه تطوير للرياضة من أجل أن نعدل سلوكيات الأفراد من خلال مشاركتهم سواء كان فيه سباقات الطويلة سواء كان في الرياضات المختلفة هذا يجعل هناك تمازج ما بين الأفراد يجعل هناك تقليل للعنف يجعل هناك تقليل للكراهية يجعل هناك تقليل لنوع من الإساءة التي يتم بين أفراد المجتمع وبالتالي يكون هناك من خلال الرياضة من خلال الفن قبول للآخر أني أنا أتمازج مع الآخر سبقتني الآن بالإجابة قبل السؤال لأنه في تحدي كبير دكتور إذا أردنا أن نتحدث من خلالك عن تطويع الفن والرياضة عطفا على سؤال نسرين فقبول الآخر لهذه المهارات أو لهذه الرياضات إن صح القول قبول فكرة تطويع هذه الرياضات أو المهارات وتطويعها بالمجتمع فكيف فيه تحدي حقيقي واجهته بهذا الشيء هو بالتأكيد فيه تحديات لأي عمل كان ولكن مع الاستمرار ويكون هناك فيه نوع من التركيز على أنه يتم المواصلة ويتم الاستمرار في هذه المبادرات من أجل أنه مثل ما حكينا أنه نطوع الفن ونطوع الرياضة لقبول الآخر هناك فيه فروق فردية بين كل فرد بين آخر بين مجتمع وآخر وفيه تفكيرات معينة لكل فرد عن الآخر وبالتالي ممكن يكون هناك نوع من الاصطراع يكون فيه نوع من العنف ولكن لما يكون فيه تماثل ما بين الأفراد ما بين المجتمعات يكون هناك فيه اختلاف صحيح لكن كيف بدنا نطبقه يعني مثلا أنت بتقول خدمة المجتمع المحلي وتدريب المجتمع المحلي هل فيه تعاون مثلا احنا عندنا مدارس حكومية تقريبا 7000 حكومية وخاصة 7000 مدرسة في كل المملكة ليه ما بتم استثمار الساحات الموجودة بعد انتهاء دوام المدرسة حتى الأولاد إذا عم نحكي رياضة يستخدموا الملعب للمدرسة يلعبوا فيه بدل ما يلعبوا بالشوارع ليه ما يتم استخدام مثلا المسرح المدرسي أيضا أنه يكون فيه أنشطة تقام فيه وفعاليات فنية وثقافية لأن الدوام بنتهي الساعة 2 يعني فيه مساحة نيحة ممكن الواحد يستخدمها فهل فيه تعاون مثلا ما بينكم كمجتمعات محلية وما بين هذه المؤسسات التعليمية بالتأكيد فيه تعاون وفيه تعاون كبير من خلال مؤسسة إنجاز المؤسساتها بعد انقاذ الطفل عملت فيها كنت متطوع بالمدارس الحكومية أكثر من مدرسة هناك فيه برامج كثيرة من قبل مؤسسة إنجاز أو مبادرة إنجاز من أجل انخراط الطلاب المدارس باكرا في السوق المحلي والمجتمع المحلي ولكن ليس التحول للعمل وإنما استقبال الأفكار تتعلق بكيف تكون قائد كيف أن تبني مستقبلا كيف تتحقق إنجازات في السياحة في القيادة في السياسة في المجالات الاجتماعية وهناك جزء من الوقت يعطى خلال الدوام المدرسي أو بعد الدوام المدرسي تم من خلاله نقاش ومحاورة الطلبة على كيفية التحول من التفكير قلنا نقول العادي إلى التفكير اللي بيكون فيه نوع من السوية وفيه نوع من الإبداع والتطوير أنا بدي أشكرك الدكتور فارس العمرات من خلالك حبينا نضع حبتنا المشاهدين إضاءة على موضوع تدريب المجتمعات وهي جزء رئيسي دائما من برنامج يوم جديد وبنفس بوطقة المبادرات الشبابية والتطوعية وتشكر على هذا العمل دكتورنا الكريم شكرا لك شكرا لك وهلأ خلينا مشاهدين نشوف مع بعض هذا التقرير عن حفل توقيع رواية أبناء الوزارة للكاتب والمؤلف والروائي والصحفي الزميد دكتور حسين لعموش كان تحت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لاستكمال فقراتنا بالأستوديو اشتركوا في القناة